بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الأمر جد خطير وذلك لأن المجلس التشريعي مجلس صاحب ولاية ممتدة حتى إجراء انتخابات جديدة ينتخب فيها مجلس جديد وتوكل إليه مهمة التشريع في المجلس التشريعي الفلسطيني إنني أعجب وأنا أعرف ذكاء الرئيس أبو مازن كيف يتخذ أو يفكر بمثل هذا القرار الذي يعتدي اعتداء سافرا على قوانين وعلى دستور وعلى القانون الأساس المعمول به في الأراضي الفلسطينية الذي يفصل بين السلطات ويجعل من المجلس التشريعي سيد نفسه في اتخاذ القرارات هذا أمر لا أقول مستهجا لكنني أربأ بالرئيس وذكائه وفطنته أن يختم به حياته السياسية لأن فيه خلط للأوراق وتمزيق لنصوص الدستور الفلسطيني أخطر شيء الحقيقة الفراغي الدستوري يجب أن نطالب الرئيس بأن يفتح المجلس التشريعي أمام رئيسه وأمام أعضاء المجلس التشريعي لا أن يلغيه وأن يبدأ الرئيس بالإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وانتخابات رئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني وفق ما اتفق عليه سابقا وبالتالي الخطر الشديد أن يكون هناك فراغ دستوري ثم أن يكرس انفصال أبدي لا رجعة فيه بين الضفة والقطاع هذه من أشد المخاطر التي أراها في هذه اللحظة لم يغب المجلس التشريعي وقد طالبت الأخ الرئيس مرارا وتكرارا بأن يفتح المجلس التشريعي أمام 132 عضو من أعضاء المجلس التشريعي لممارسة مهامهم ومتابعة أمور الحياة اليومية والقانونية والدستورية والتشريعية في فلسطين أن هناك مستجدات يومية نريد أن نتابعها لكن كان طلبي دائما يقابل بالرفض وأقول لك بصراحة منذ العام 2006 من تاريخ خمسة تمانية 2006 وإلى الآن لم يسمح لي بدخول مكتبي ومن ثم هناك تعطيل متعمد للمجلس التشريعي والآن يراد إلغاء المجلس التشريعي وبالتالي هناك خطر شديد على حياتنا السياسية الفلسطينية وعلى دستورنا الفلسطيني وعلى القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية والله نراقب الحراك الشعبي بقلق بالغ وأصبح شعبنا في حاجة إلى من يحميه ممن تنمر عليه أقول قانون الضمان الاجتماعي كان الأصل أن يوضع في قراءاته الأولى أمام أعضاء المجلس التشريعي من أجل قراءته واستطلاع رأي الشارع الفلسطيني فيه ثم القيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هذا القانون قانون الضمان معبرا عن ضمير الشارع الفلسطيني ويعمل لصالح المؤسسات ولصالح العاملين فيها لا أن يصدر بفوقية واضحة وهذا القانون الحقيقة تعتريه من وجهة نظري الشخصية كالكثير من العيوب والنقاص أولها عدم كفالة الحكومة لهذا القانون هذه الحكومة التي سنت هذا القانون هي لم تستطع أن تضع الضمانات الكافية لحماية هذا الصندوق ومن ثم تصبح حقوق العاملين في مهب الريح ثانيا ما لنا لا ندرك حجم التضخم الذي يأكل قيمة العملة فبعد عشرين سنة من الآن العامل الذي سجل في الضمان الاجتماعي سيجد بأن الدينار أقل من قرش والشيكل أقل من أغورا وبالتالي كل ما يمكن أن يعوضه بعد عشرين عام سيكون صفرا كبيرا جدا يحرمه من حقه ويحرم أبنائه من عرق أبيهم وأمهم خلال السنوات الماضية ثم لماذا يعطي الضمان للرجل حقا ولا يعطي المرأة أو العكس يعني الضمان يعطي مالا فقط لواحد من الاثنين ثم أين حقوق الشهداء أين حقوق الأسرة القانون بصيغته الحالية الحقيقة رفض الشارع له مبرر جدا لكننا نقول بأن الأصل في الموضوع كله أن يعرض على من انتخب الشعب لكي يرى رأيه فيه لا أن يتنمر على الشعب بل ليخدم هذا الشعب ويحقق مصلحته ترجمة نانسي قنقر